أعلن فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني صباح اليوم اعتزامه التنحي عن منصبه وأنه لن يخوض انتخابات الحزب الحاكم المقررة في شهر سبتمبر المقبل حسب ما ذكرت وكالة كيود للأنباء وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي أن عدم ترشحه هو الخطوة الأولى لإظهار أن الحزب سيتغير وذلك تزامنا مع إجراء انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع السابق شيغورو إشيبة عن نية الترشح لرئاسة الحزب فيما يعتزم وزير الرقمنة تاركون أيضا الترشح